وبين هموم الشعب التونسي لذلك شهدنا أن هناك صعوبة في جمع التسكيات والسؤال الذي يطرح كيف تمكن شخص مغمور سياسيا مثل عياش الزمال من جمع التسكيات بسهولة وهذه الأسئلة التي تطرح في وقت عجزت فيه وجوه معروفة جدا عن جمع العدد الكافي والسؤال الذي يطرح من دعم عياش الزمال لغم الله أنه من حقه هي طرح الشهرة ونحن الآن نقدم أسألة لأن تقديم التسكيات بالنسبة للرئيس قيل سعيد وهو يمسك بالسلطة أمر سهل جدا وكان بمقدوره أنه يجمع أكثر لأنه يمارس السلطة بقطع نظر عن فترة الحكمة متاعه مدامه في السلطة يجيه كثير من الموريدين بالنسبة لعياش الزمال لديه تجربة سياسية صغيرة جدا برز خلال الأربع سنوات الأخيرة قبل 2019 في فترة نيابية عن حزب تحية تونس وكان في حزب نيدا تونس ثم مشاهل قلب تونس ثم أسس حزب عمار برو كورشير ثم انتقل بين مجموعة من الأحزاب السياسية ثم أنشأ صفحة في الفيسبوك وشرع في تقديم بعض من وجهات النظر وحين ندقه أكثر في هذه الشخصية ومن المهم أن ندرسها من جميع الزوايا نجد أنه ينحدر من طبقة برجوازية متاع الإقطاع الفلاحي في المناطق الداخلية في المناطق الشمال الغرب يعني العياش الزمال يتكئ بالأساس على الإقطاع الفلاحي الذي مكنه فيما بعد إلى التحول إلى رجل أعمال جديد برز خاصة في فترة يوزم الشاهد ما هي الأفكار أو الإصلاحات التي يبشر بعياش الزمال لأنه زهير المغزاوي وحركة الشعب نغرف الخط التحريري والخط الإديولوجي لحركة الشعب كحركة ذات إديولوجيا قومية ناصرية أو بعثية مشهدية المشكلة عياش الزمال ظاهرة جديدة ملفتة الانتباه كيف تمكن رجل أعمال مغمور سياسيا في ظرف وجيز من ضمان 10500 تزفية بصورة سريعة أنا أقول لك ربما سيتحول هو إلى الشخص البديل في المخطط با في البلوم بي بالنسبة إلى المعارضة السياسية بالنسبة إلى اللوبيات المالية التي تعارض السياسات التي توخها قيس سعيد لا تنسى أنه ذكرنا أن المعارضة السياسية في تونس يعني الطبقة السياسية الأحزاب المعروفة والطبقة المالية تحت كالثاروات هذه غاضبة على سياسات قيس سعيد وستلجأ بالضرورة إلى دعم شخص عياش الزمال وما هيش بشي دعم زهير المغزاوي لأن زهير المغزاوي قريب نوعا ما من الخط الإيديولوجي لرئيس الجمهورية في خصوص العلاقة مع الرأسمالية المحلية أو مع بقية الأحزاب هذا التصورات الأولية علاقة هو قال ما يعرفش العياش الزمال معزل حاج منصور لكنه رجل أعمال معروفة في الأنشتن تعوه خسط